ننخلينا مع منتخب مصر شوية الحقيقة ميستر وي فيتوريا طلب ان هو يلعب قبل بداية بطولة افريقيا مع منتخبات كلاس اي يعني منتخبات بالصف الاول منتخبات زي برازيل منتخبات زي بلجيكا هولندا اسبانيا اعرفش طبعا اين اللي ممكن الحاجات دي يعني بيتم تنسيقها ازاي حسب اجندة دولية حسب ارتباطات المنتخبات دي لكن في النهاية هو عايز وانا الحقيقة مع ده يعني مع كامل الاحترام طبعا لتجربة جنوب السودان هو شخصيا حتى امكن قال ده انها ودية مش على المستوى لكن هو بيحتاج او شايف ان المنتخب محتاج يخوض مواجهات ودية مع فرق اعلى منه بدنيا فنان تكتيكيا وهو ده نوع الاحتكاك اللي ممكن يفيدك قبل ما تروح اهم افريقيا واحدة من النقط اللي هتكلم فيها وحاول اعرف فيها وجهة نظر كابتن مهر النهاردة من واقع خبرته طبعا الكبيرة في عالم التدريب هي متوسط الاعمار اللي فيتوريا قال انه محتاج ينزل به حقيقة انه ده هدف اساسي قبل ما توصل كاس العالم ناس كتير فاكرة انه مشوار تصفيات كاس او مشوار الوصول لكاس العالم 20-26 مشوار طويل وان المطولة لسه في 26 لكن الكلام ده مع كامل الاحترام لوجهة النظر دي مش صحيح او مش منطقي بشكل كبير لانه انت عندك جدول متخم بالاعمال اجندة السنة الجاية للكورة المصرية اجندة عنيفة جدا واحد عندك بطولتين تم استحداثهم بطولة سوبر ليج افريقية بطولة عربية للاندية طبعا البطولة عربية للاندية بطولة قديمة كان بتتلعب زمان والاهل يامحق القاب قبل كده بطولة عربية لكن هي الفكرة انا بكلم انه عودة البطولة عربية واضافة مبارياتها بشكلها الجديد بنظامها الجديد لاجندة مباريات الاندية المصرية فبالتاني انت عندك بطولتين جداد عندك بطولة عربية وبطولة سوبر ليج بالاضافة طبعا للكونفيدرالية اضافة للشامبيونز ليج بالاضافة لمشاركة الأهلي في كاس العالم للأندية بما أنه بطل القرى بالإضافة للمباراة المحلية دوري كاس سوبر ونتمنى طبعا أنه كاس يخلص المسم ده عشان ما نفضلش في دايلامت أنه نلعب بطولتين كاس في كل مسم فالكاس ده يكمل معناه السنة الجاية بالإضافة لارتباطات المنتخب الأولمبي بطولة أفريقيا المؤهلة الأولمبياد باريس 24 وبالإضافة لمنتخب مصر يلعب بطولة أمم أفريقية فأنت بتكلم على أجندة عنيفة جدا حالة استهلاك للعيبة المصرية بشكل غير طبيعي وبالتالي إزاي يقدر يعمل ده روي فيتوريا في ظل الأجندة المزدحمة دي إزاي يقدر يعمل معسكرات إزاي يقدر يعمل مباراة ودية إزاي يقدر يدخل زي ما هو بيقول يعني أنه يدخل عناصر سنها صغير تعالوا نشوف منتخب الأولمبي اللي كان بيلعب بطولة أولمبياد توكيو اللي هو بطل أفريقيا هنا تشكلته مين فيها النهاردة موجودة على الساحة ما حدش تقريبا منهم يعني تقريبا معظمهم مش موجود فيه منهم طبعا بسبب الإصابة زي أكرم توفيق زي إمام عشور زي عمار مش عارف عمار إصابته خفيفة ولا لا بس يعني فيها أسماء وفيها أسماء فقدت مستواها أو بعدت بشكل كبير جدا لأسباب مش ما لايش علاقة بالملعب فبالتالي لما يلجأ هيلجأ لمين ولا هيلجأ لعناصر جديدة أساسا ما عندهش خبرة دولية كلام ده كله الحقيقة فيما يتعلق بالمنتخب لأنه في النهاية أنت بتعمل كل النشاط الرياضي ده عشان يبقى عندك منتخب قوي يليق بطموحات المصريين ويليق بطريق الكرة المصرية يمكن في نفس الإطار ده روي فيتوريا المدير الفني منتخب مصر طلب أنه يكون فيه اجتماع مع عامل حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على لجنة المسابقات في الجبلية ومع ربطة الأندية عشان يتم التنصيق فيه أجندة المباريات أو الارتباطات اللي هتكون خاصة بمنتخب مصر في الفترة اللي جاية وقال أنه الموسم اللي جاي هيكون فيه ارتباطات كتيرة جدا فيه بطولة أمم أفريقيا تصفيات كاس عالم ومفترض أنه يكون فيه أجندة واضحة فيه ما يتعلق بالمسابقات المحلية أو المباريات المحلية عشان واحد نحفظ على سلامة اللاعبين اتنين ندي فرصة للمنتخب الوطني أنه يستعد للبطولات دي سواء أولمبي أو أول بالشكل المناسب ويعني هيتكلم في الاجتماع ده على كل الحاجات أو الأفكار اللي بتدور في رأسه فيما يتعلق طبعا بالموسم اللي جاي موسم صعب بكل المقاييس ويزيد من صعوبته أنه الموسم ده شئنا مقابينا مش هينتهي قبل يعني لو أنا متفائل نهاية سبعة لو أنا متفائل مش قبل نهاية سبعة فبالتالي احنا الدليل اللي حصل عندنا بقاله كذا موسم ده هيأثر بشكل كبير كمان على الموسم اللي جاي